يا له صوت جرى في مسمعاً رسالتي هي إنو نقوي البنات بس كمان نربي الأولاد هاي واضح كيف حالكم مع كورينا مخوت فاناني مستقلة فلسطينية من مدينة عكا عمري سبع وعشرين سنة وأنا مغنية ملحنة كاتبة أغاني ممثلة ومخرجة لفيديو كليب بالي بدت بولاية أوهايو الأمريكية بجيل أربع سنين أخدت أول درس بلاي بجيل خمس سنين أخدت أول درس بيانو بجيل سبتعشر سنة معلمت البيانو سمعتني أغني لأول مرة وقالت لي يوشو تكون سيدر سينجي فأقلت أوكي بجيل تسعت عشر سنة كررت إنو this is it أنا رح أكمل بمجال الفن والموسيقى بجيل عشرين سنة أطلقت أول أغنية لإلي اسمها أنت اللي هي من كتابات جدة إبراهيم مخول اللي أنا أولا مرة سرحت للفرصة أتعرف عليه بس تعرفت عليه من خلال هذا النص وبتلحينه أنت في سماعي لحن خالد طيب الريح رجاء وذكر انضمامي لجملة عروض الفريق الشهيد لتل ميكس ببريطانيا اللي هو كان كل اللي ينغني قدام عشرين ألف بني آدم بأرينا مختلفة ببريطانيا افتتاح عارض لويل سميت أندي جي جاز الجيل ولليوم بعدي عادة تواصل مع ويل سميت افتتاح عارض لفرقة كوين وآدم لامبرت وكبان واحدة أليشيا كيز شارد واحد من الفيديو فيه أغنية اللي جدا عجبتني وصولها هوليوور واجتلي فكرة أن انا أكتب منها جزء اللي هو بالعربي وأنا نشره على صفحتي نشرته على صفحتي طبعاً عملت لها تاج بعثت لكل التيم تابعها على كل محالي واحدة من الليالي تليفوني فقع وكتشفت أنه أليشيا كيز شارد ماي فيديو على تويتر على الإنستغرام وع الفيسبوك وبعدها اليوم أنا كنت حاضرة أموت خلص أنا يعني حققت أحلامي أ توّبة أ توّبة أتعمر الجدار بكرة راح نتحدّة ونكسّر الأصوار ايدي بايدك يا حبيبي منحمل الأشعار أنا ع قلبك مش غريبة حاسل انت صارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل شي فيك كان يعجبني ودعوة لاشا من قلبي تمزع تلعب عيد على امر ولقى حياتي صار الليل يمر بسرعة كتير والامر بطل حتى هو يهديك بروحت على الستوديو كتبت كمالة النصوص كملتهم لحتى يكونوا بطول كامل وسجلتهم بهاي كواليتي بالستوديو من بعدها قلت مدامنا احنا هيك عم نتحدي نفسنا ونتحدي نفسك وعم تعملي اشي اللي هو جديد كليا لازم تعملي كمان تن ميوزيك فيديوز انجاز كتير كبير لاني بمسيحتي الفنية هو انو 80% من كاتبين اغاني مشروع يوم هن كاتبات بين الاجيال 15 سنة ل 55 سنة هذا انجاز جدا كبير بعالم الموسيقى فيه نقص عظيم بالكاتبات والملحنات والمنتجات النساء وانا هون هلقدي كنت فخورة بنفسي وفخورة بمتابعاتي احدافي هي بعالم الموسيقى الكبير هي اني ارجع اعرض مع اكبر فنانين العالم على اكبر مسارح العالم واوصل لاكبر عدد من الجماهير انت ابني طريقك ماتمشيش بطرق الى ناس تاني رسمتلك هياتا انتي ارسم طريقك جرب اتعب وحقق وكون فخور بنفسك اشتركوا في القناة